السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم وده فيديو جديد لو اول مرة تشوفيني انا عفاف ودي قناتي يارب تكونوا كلكم بألف خير هنعمل النهاردة مع بعض الشيز كيك المقبوزة من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها وباربع مكونات بس هتطلع معيك الجمال اللي انت شايفه بمنتهى السهولة وطلعت اسهل من الشيز كيك على البارد بكتير جدا الشيز كيك على البارد مكوناتها كتير انما الوصف طاعتنا النهاردة من اسهل الوصفات تعالوا نشوفوا المقاذير عندي 500 جرام من الجبنة سهلة الفرد اهم حاجة تكون بدون ملح عندي 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ وعندي 350 جرام من الحليب المكسف وعندي 2 باكو من البسكوت السادة تقدر تستخدمي اي بسكوت براحتك اهم حاجة ان كل المقاذير اللي انا حطاها دي تكون بحرارة المطبخ ما تطلقيش حاجة من التلاجة وتستخدميها اول حاجة هعملها وهي القعدة اول خطوة حفره من البسكوت كله في الكبة ممكن تدقيه برضو في كيس بحاجة تقيلة شوية وتفرفتيه مفيش مشكلة اللي انت تحبيه هحط عليه ربع كباية من الزبدة السايحة لحد ما يبقى شكله عامل كده لا يبقى البسكوت معجن قوي ولا مليان زبدة كتير عامل زي رمل البحر المينات دي كده ودي كده عندي اقوى بالطبقة خلصة هنعمل تاني طبقة بمنتهى السهولة هنضيف ثلاث مكونات على بعض هتكون عندي الطبقة جهزة اول حاجة هنزله هي الجبنة تقدر تستخدمي جبنة كيري اي جبنة سايحة بدون ملح تقدر تستخدمي جبنة مسلسات برضو عادي هتنفع هضيف الجبنة وحضيف عليها البيت وما تنسيش رشة الفانيليا علشان البيت حقلة الكلام ده كله كويس جدا مع بعض وحد ما البيت يختفي تماما ويمتزج مع الجبنة كويس جدا الحليب المكسب فقه اللي حيغير قوام اللي تشيز كيك خالص وحيغير طعمه كتير جدا من الافضل الاضافات اللي هنحطها على اللي تشيز كيك المغبوزة هو الحليب المكسب هيغنينا عن السكر وعن الكريمة حضيف دلوقتي الفانيليا وحنزل الحليب المكسب واخلط كله مع بعضه لحد ما القوام يبقى معي عامل زي خليط الكيك كده خلاص خلصت الطبقة التانية طبقة اللي تشيز سهلة جدا الفكرة كلها في المقاذير المقاذير بسيطة جدا الفكرة كلها في تكنيك التسوية علشان ما تهبطش منك هنعملها النهاردة في قالب سيلكون وفي قالب الكوب كيك اللي بنحط فيه الورق علشان نشوف النتيجة في الاتنية هتبقى عاملة ازاي وانتو تكتبوا تحت الفيديو انهي عجبتكم اكتر بصوا القوام القوام عامل زي خليط الكيك شوية اهم حاجة يعني نخلط كل المكونات كويس اوي بالمضرب وينفع تعمليها برضو في الخلاط عندي هعمل اول حاجة في القالب بتاع الكوب كيك او الموفن هحط الورق بتاع الكوب كيك اللي عايزي خالص وده المتوفر في كل البيوت يعني عندي البسكوت اللي انا حطت عليه الزبدة هنزل معلقة في كل كب وحاول اساوي بالمعلقة كده وباي كوباية او اي اداية عندك تعمل الحركة دي علشان نضغط البسكوت في الورق بعد كده هنزل عندي طبقية الكريمة وقيملي الكب عادي جدا هي مش هتفور برا ولا حاجة ولا حجمها هيزيد يعني هدخلها الفرن الفرن يشغل من تحت بس على درجة حرارة مية وسبعين هستردم كمان القلب السيليكون ويلا نقول التسوية اول حاجة انا هحط الفرن سخنة على مية وسبعين لمدة عشر ديئة فقط بعد كده هنزل الحرارة مية واربعين لمدة عشر دقيق كمان بعد كده هطفي الفرن خالص وافتح الباب شوية صغيرين واسبها لحد ما تبرد تماما ممكن حوالي ساعة نقول تاني هدخل قلب التشيز كيك على فرن على فرن سخن على درجة حرارة مية وسبعين هسيبها لمدة عشرين ديئة فقط بعد كده ههدي النار على مية واربعين النار شغالة من تحت بس بعد كده هطفي الفرن خالص وافتح الباب شوية واسبها لحد ما تبرد تماما ده كده شكلها قبل ما هدي الحرارة كده بقى لها عشرين ديئة بقى يتعاملش بالشكل ده بصوا نفخت ازاي ده شكلها بعد ما اخدت ساعة والفرن مطفي وطلعتها بعد الوقت بقى شكلها عامل كده ممنوع 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 انك تخرجيها برا الولق او برا القلب وهي في الوقت ده لازم تدخل التلاجة لحد ما تبرد تماما وتسقع اصلا احنا هتطلعيها من الفرن هتحسي ان هي طارية شوية كده وكأنها عاملة زي الكاستر تسبيها لما تبرد تماما عشان تخرج من الورق بمنتهى سهولة دي اللي عملتها في القلب السيليكون بصوا شكلها عامل ازاي هي طبعا شكلها اكبر في الحجم من اللي في الورق طلعت من القلب بمنتهى السهولة طبعا زي ما انتو شايفين كده ما لازقيتش خالص القلب اللي انا استخدمته هو قلب تبروير التزيين ممكن تحطي سوس شوكولاتة ممكن تحطي سوس كرامل ممكن تحطي فاكهة تحطي مكسرات اللي انت عايزين ممكن تحطي مربع اي تزيين ممكن ينفع انا حطيت كريس طبيعي وطبعا هو من اجمل الحاجات اللي بتدي شكل رائع للتشيز كيك انا جربت اللي تشيز كيك على البارد كتير جدا المغبوضة طعمها احلى بكتير جدا جدا شايفين طبعا شكلها مميز جدا شكلها شاهي جدا جدا جربوها ان شاء الله اتعجبكم اهم حاجة تغذي بالك من التسوية اعيد اقولكم ان انا عملت حاجتين القلب السيليكون انا عملت الخطوات اللي اعطيت لكم عليها بالزبط شايفين مهبطش خالص وما نزلش من النص ولا اي حاجة بالنسبة للقلب التاني اللي كان في الورق انا خرقته من الفرن على طول بصوا يعني نزل شوية من النص بس ده طبيعي جدا ان الوصفة دي من غير دقيق فالبيت طبيعي بيرتفع وبعدين الجبنة تقيلة فبتنزل شوية بعد ما بتخرج من الفرن فلو نزل منك شوية كده ده طبيعي جدا برضو الوصفة بتاعتك كده نجحة تماما حزين بقى خصوصا كمان لما بتبقى نزلة من النص ونحط فيها كريز او وصوصات بتبقى حلوة جدا ده الشكل النهائي خلاص بعد ما خلصت طبعا دخلت التلاجة حوالي ساعتين ثلاثة على حد ما بردت وسقعت تماما لما طلعيها من الفرن هتحس انها طرية كده وكأنها نية من جوه عايزي خالص اهم حاجة خذي وقت الفرن بالضبط وطلعيها بعد كده ما يهمكيش حاجة بصوا بقى لما قطعت حتة كده نزل كده عليها طبعا شكلها حلو جدا اتمنى انتو تجربوا الوصفة دي هكتبلكم بقى في صندوق الوصفة المقاذير كلها وكمان هكتبلكم كل التعليمات وطريقة التسوية والخطوات علشان تطلع نكحة معاكي لو فيديو النهاردة عجبك ياريت تحطي لايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي وده اول فيديو ديكي في القناة التشيس كيك المغبوزة من اجمل وصفات واسهلها وممكن كمان تقدري تعمليها والولاد ياخدوها معاهم في اللانش بوكس للمدرسة بس بلاش تحطي بقى صوصات وحاجات من دي علشان ما تبهدل لهمش اللانش بوكس ممكن تحطي عليها فكهة او تقدري تحطي اي حاجة كريز بس من غير صوص وكمان تقدري تسيبيها كده حلوة جدا من غير اي اضافات عليها في الطبقة اللي فوق تقدري تقدميها كده وتقدري تسيبيها في الورق لحد لما تبرد تماما وبعدين تقدمي صوص وقت التقديم او تحطي عليها الصوصات كلها او الحاجات التي تعاوزها وتحطيها في التلاجة لوقتي الحاجة يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ولو الفيديو ده عجبك ادعمي الفيديو بلايك وكمان اشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني اشوفكم على خير انسوا الله فيديو جديد والسلام عليكم